50 يوما أو أقل قليلا تلك أيام الترقب والانتظار كان للصناديق صوتها وأوراق أسماء الناخبين لصناعة البرلمان الخامس ولأن للقانون مساره الحق بمقتضى دستور عراقي وضعت فيه معايير العدالة كانت نزاهة الانتخابات المبكرة فيمة العناوين التي سيطرت على مجالس السياسة في العراق والمحيط العربي والعالمي وعند مجلس الأمن الدولية الترقب الذي استمر أياما حملت في تفاصيلها مخاطر الاعتراض الذي قيل إن بعضه مدروس لأجل التشويش على صناعة بيت سياسي متزن لكنها حملت أيضا تفاصيل فوز جاء عن استحقاق النزيه وديمقراطي لا لبس فيه أو تشويه وبين اليوم والأمس لم تختلف النتائج في المجمل العام ما أكد نجاح عملية الاقتراع بديمقراطية نطق فيها الناخبون بأصواتهم التي يريدون نطقوا أنهم يريدون برلمانا لا تزوير فيه بين اليوم والأمس اختلفت خمسة مقاعد بنتائجها بعد فرز وعد يدوي تلبية لمطالب الطعون ولليوم المنتظر الذي أعلنت فيه المفوضية نتائج انتخابات العراق الرسمية لطعن أو تشكيك أو تبرير لتخرج الفرحة لمن فازوا والفرحة لمن لم يحالفهم الحظ من المؤمنين أن الديمقراطية تحق المشروع للذين ركبوا موج الاعتراض لأجل الاعتراض هنأ مقتدى الصدر شاكرا المفوضية كما فعلت رئاسات البلاد ومثلها دول عظمى على رأسها أمريكا التي اختارت أن يكون العراق الدولة العربية الوحيدة في مؤتمر قمة الديمقراطية في المنطقة وكل هذا في حسابات نتيجة عليا تجزم أن العراق فاز بعهد جديد لتستعد عاصمته وتحديدا منطقته الخضراء أن تستقبل أيام البيضاء تفتح أبوابها للبرلمان الخامس الذي تنعقد عليه كل آمال العراقيين بعد صبر طويل ليرتو من قرارات وتشريع يغير الحالة إلى الأفضل ترجمة نانسي قنقر